أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي هو ذكاه يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه أما بعد فهذا هو المجلس الثاني من مجالس تفسير سورة المجادلة وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسعوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وقد قدمنا في أول هذه السورة أن هذه السورة تحدثت عن علم الله جل وعلا وذكرت فيما ذكرت أمر النجوة لأنه متصل ببيان علم الله عز وجل فالله يعلم ما يعلنه الناس وما يتناجون به يعلم السر وأخفى ولما ذكر النجوة والنجوة عادة لا تكون إلا في مجلس سر الحديث إلى آداب المجلس فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم أليست النجوة تكون في المجالس إذن في شيء مناسب لهذا نذكركم به وهو أنكم إذا كنتم في مجلس وكان المجلس مكتظا بأهله فلا يقم أحد منكم أخاه من مكانه بل تفسحوا وتوسعوا فمن فسح لأخيه فسح الله له وهذا جزاء من جنس العمل إذا قيل لكم تفسحوا فافسحوا ما الجزاء؟ يفسح الله لكم طيب يفسح الله لكم في أي شيء؟ في كل شيء جاءت مطلقة يفسح الله لكم في مجالسكم ويفسح الله لكم في صدوركم ويفسح الله لكم في علمكم ويفسح الله لكم في دوركم وفي أرزاقكم ويفسح الله لكم في قبوركم ويفسح الله لكم في آخرتكم فانظر أطلقها لأن الجزاء من عند الله عز وجل والفسح منه وهو سبحانه وتعالى يضعه حيث يشاء ومن حكمة الله عز وجل أن الله يجازي على العمل من جنسه من يسر على معسل يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن فرج عن مسلم كربة من قرب الدنيا فرج الله عنه كربة من قرب يوم القيامة من سترى مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة هذا جزاء من جنس العمل وهذا من كمال عدل الله وتمام فضله على عباده قال الله عز وجل يا أيها الذين أمروا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم طيب وإذا قيل انشزوا فانشزوا يعني إذا قيل ارتفعوا قوموا لأي أمر يراه القائد أو الإمام أو صاحب البيت أو العالم قال قوموا فقوموا سواء كان ذلك لحاجة القائد أو لحاجة من يقدم عليه ممن يريد الجلوس معه نفترض أنك جالس أنتم مجموعة تسألون هذا الشيخ وتستفيدون من علمه فجاء آخرون يريدون أن يستفيدوا من علمه وليس لهم مكان فقال الشيخ قوموا يا إخوة ليكون لأخوانكم حظ فلا يقع في صدرك شيء فإن الله قال وإذا قيل انشزوا فانشزوا يعني فارتفعوا قد كان بعض الصحابة يجلس عند رسول الله وهو يحب أن يبقى ويأتي آخرون يتمنون أن يدخلوا فلا يجدوا في المجلس مكانا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضطر أن يقيم بعضهم ليأتي آخرون حتى ينالوا مثل مانا الأولون وأيضا قد يكون في المجلس صغار ويأتي كبار يجب احترامهم وتقديرهم فإذا أقيم الصغار فلا ينبغي لهم أن يقع في قلوبهم شيء من أجل ما يؤتاه الكبار ولذلك قال بعدها يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوت العلم درجات يعني هذا من رفع الله لمقام المؤمنين العلماء عندما يقدمون في المجالس وتفسح لهم المجالس ويؤمر بعض الجالسين بالقيام لهم وترك المكان لهم لأنهم أحق ولذلك تلاحظون نكون في مجلس فيأتي الكبار من العلماء والعشياخ فيقوم الناس تواضعا لهم وتقديرا لمقامهم أو يقومون يعني يخرجون أو يقامون وقال يا فلان يا فلان أخرجوا لأن فلانا من العلماء أو من الكبار قد جاء فنريد أن يجلس مكانك ثم قال الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات أي جعل الله الرفعة لمن جعل لمن جمع الأمرين فاستمعوا إليهم يا إخواني وهذا العيات التي يحتاج الإنسان ليتوقف عندهم ما جعل الله الرفعة إلا لمن جمع أمرين إيمانا تاما وعلما وافيا فمن كان من أهل الإيمان الصادق وليم يكن من أهل العلم لم يكن له رفعة نعم يقبل الله عز وجل إيمانه ويجازيه عليه لكن ما تكون له الرفعة ومن كان له علم تام لكنه ضعيف الإيمان لا تكون له الرفعة ولو تأملت من رفع الله وإقدارهم في هذه الأمة وارتفعت أسماؤهم أبو بكر وعمر وعثمان وابن عباس وأبو هريرة والبخاري ومسلم وأبو حنيفة ومالك والشافع والأوزاع والثوري وأحمد وغيرهم ما الجامع لهؤلاء جامعوا الإيمان والعلم لكن أين فلان وفلان من عباد التابعين أو من عباد الصحابة ما يذكرون ولا يعرفون ولا يشهرون ليس لأن الله ما قبل عملهم ولكن الله كتب الرفعة لمن جمع الأمرين فكم كان في الصحة في التابعين خصوصا من العباد الكثر الذين تضرب الأمثال بعبادتهم وزهدهم في الدنيا ومع ذلك لا يعرفون في هذه الأمة لماذا؟ لأن الله ما كتب الرفعة والعلو إلا لمن كان كذلك فإن قلت من جمع مالا وإيمانا لم يكتب الله له الرفعة نعم قد يرتفع في زمانه لكن لا يبقى له ذكر فيما بعد ذلك إنما يبقى الذكر بمن جمع الإيمان والعلم فانتبهوا لهذا قال الله عز وجل والله بما تعملون خبير هذا يؤكد أن السورة في علم الله عز وجل وبيان أنه علم واسع محيط والخبرة هي الدقة في العلم فإن قلت إنه هنا قدم قوله بما تعملون على خبير قلنا نعم أصل النظم والله خبير بما تعملون لكن لما كان هناك اهتمام بعملهم فالآية فيها ذكر للعمل وهو تفسحوا وانشزوا ويرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم قدم العلم القدم عملهم فقال والله بعملكم خبير وما في قوله بما تعملون خبير يصلح أن تكون موصولة أي بالذي تعملون خبير ويصلح أن تكون مصدرية أي بعملكم خبير قال الله عز وجل بعدما ذكر أدب المجلس ذكر الأدب في مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم في المناجاة العامة لا تتناجع بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجع بالبر والتقوى واتق الله طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هناك أدب خاص به؟ نعم ما هو الأدب الخاص به؟ قال يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة هذه كان لها سبب نزول وهو أن الصحابة أكثروا على رسول الله كل واحد منهم يريد أن يتحدث إلى رسول الله وأن يستكثر من مكالمة رسول الله طيب عدد الصحابة ثلاثمائة ألف كل واحد لو أخذ من رسول الله دقيقتين هذه ستمائة دقيقة يوميا وهل سيشبع الصحابي من دقيقتين؟ ما أحد شبع لو جالت الصحابي عشر ساعات مع رسول الله ما شبع من مكالمته ولا من مناجاته والحديث معه فلما أكثروا عليه جاء العدب من الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحي من أصحابه ويجاريهم لألا يعني يصدهم أو يؤذيهم عليه الصلاة والسلام من كمال أدبه مع أن من حقها أن يقول له لا أحد يكلمني أسكت أنا ما أريد أحد يتحدث معي لكنه عليه الصلاة والسلام كان يستمع إليه ويتحدث إليه ويبثون إليه شكواهم ويسألونه عن كل شيء من أمور حياته فالله عز وجل أنزل هذه الآية رفقا برسوله صلى الله عليه وسلم واختبارا لإيمان الصحابة وبيانا لأنه لا ينبغي أن يكون السؤال إلا في المهمات التي لا مناص من سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فماذا قال قال يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتهم الرسول فقدموا بين يدينا جواكم صدقا تريد تناجي صدق المال عزيز على النفوس ومحبوب لها يوم كانت المكالمة مجانية كل واحد يكلم يوم صارت مفلوس لا توقف الصحابة عن المكالمة وعلموا أن الموضوع خطير وهذا يدل على يعني عز المال على النفس وأن المال كما يقولون قرينا الروح قال قدموا بين يدينا جواكم صدقا ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم يعني فمن لم يجد فالله سبحانه وتعالى يغفر له ويرحمه ثم قال أأشفقتم أن تقدموا بين يدينا جواكم صدقات خفتم من أن تقدموا بين يدينا جواكم لرسول الله صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأعطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون هذه الآية أظهر آية في النسخ حتى عدها العلماء الآية الوحيدة التي أطبق عليها المفسرون والعلماء في النسخ فلم يقع فيها خلاف وجاء الناسخ فيها مواليا للمنسوخ وقد قيل إن الصدق بين يدينا رسول الله لم يعمل بها أحد إنما شرعها الله ثم نسخت قبل العمل ويؤكد هذا قوله أأشفقتم أن تقدموا بين يدينا جواكم صدقات فإذ لم تفعلوا يعني لم تفعلوا هذه الصدق ولم تناجوا وقيل إن الذي عمل بها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم أي رفع عنكم هذا الأمر وعفى عنكم فأقيموا الصلاة أي عليكم بطاعة الله والإكثار من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله والله خبير بما تعملون هنا جاء فقدم اسمه على عملنا لأن المقصود بها ذكر علم الله وليس إحصاء عمل العباد فقالوا الله خبير بما تعملون أي بالذي تعملون أو بعملكم ثم قال الله عز وجل ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ألم تعلم حال هؤلاء الذين تولوا أي والوا قوما غضب الله عليهم والوا اليهود وهذا جاءت إليه الإشارة في سورة المجادلة وجاء التصريح به في سورة الحشر بعدها كما سيأتي في السورة القادمة بإذن الله ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون بإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولا إن قتلوا لا ينصرونهم ولا إن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون هنا أشار إلى هذه الولاية وفي سورة الحشر فصل فيها وأوضح ما حصل بالفعل بين المنافقين واليهود من بني النظير قال ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ما هم منكم لأنهم لم يؤمنوا ولا منهم ليسوا من اليهود وإنما هم مصلحجيون نفعيون يبحثون عن مصالحين الآنية قال ويحلفون على الكذب يحلفون وهم كاذبون ويعلمون أنهم كاذبون أنهم ما والوا وأن قلوبهم مع المؤمنين وأنهم لا يمكن أن يوالوا أحدا من غيرهم قال الله عز وجل المتوعدا إياه أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون أعد الله لهم عذابا شديدا في الآخرة ولا يمنع أن يكون ذلك أيضا في الدنيا إنهم ساء ما كانوا يعملون أي قبح عملهم اتخذوا أيمانهم جنة أي وقاية يتقون بها التهمة ويتقون بها الملامة لكم أنتم ولا يعلمون أن الله يعلم ما يضمرونه في صدورهم ولا ما يقولونه لأعدائكم اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله لماذا؟ لأنه يبدو منهم شيء وهم يخفون شيئا آخر غير الذي يبدو منه فهم يقولون للمؤمنين نحن معكم ونحن كذا وإلى آخره ثم إذا جاءت الحقيقة وإذا بهم مع اليهود يمالئونهم فيكون ذلك سببا للصد عن دين الله لأن اليهود يقولون هؤلاء يصلون مع رسول الله مع محمد ثم يأتون إلينا فيطمئنون على دينهم ويبقون على كفرهم نسأل الله العافية والسلام وأيضا يشجعون من في قلبه مرض حتى يكون على مثل حاله وهذا كلهم من الصد عن سبيل الله قال فلهم عذاب مهين كما استهانوا بأمر الله واستهانوا برسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل الله لهم عذابا مهينا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا يعني إن كان لهم أموال يستنصرون بها ويتعززون أو أولاد يستنصرون بهم ويتعززون فإن هذه لن تغني عنهم من الله شيئا إذا أراد الله أن ينزل بهم عقوبة أو يعذبهم فإنها لن تدفع عنهم شيئا من عذاب الله قال شيئا وشيئا هنا نكرت جاءت في سياق النفي فتدل على العموم قال أولئك أصحاب النار وجعلهم أصحابا لها لأنهم يلازمونها ويدومون معها كما قال في حق المؤمنين أولئك أصحاب الجنة لأنهم سيدومون فيها ويلازمونها فاختير لفظ الصحبة لبيان دوام الملازمة قال أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أي مقيمون ثابتون يوم يبعثهم الله جميعا أي في يوم البعث يبعثهم الله جميعا فلا يدعوا منهم أحدا فيحلفون له كما يحلفون لكم مثل ما حلفوا في الدنيا هم اعتادوا في الدنيا عن الحلف يسترون نفاقهم بالإيمان والله ما فعلنا والله ما قلنا والله ما زرنا السفرات الأجنبية ولا ذهبنا إليها ولا فعلنا ما يذكر عنه كل ذلك حلف وأيمان متوالية لأنهم يعرفون أن الأيمان هذه تنقذهم في الظاهر وأهل الإيمان يعني المؤمن غر كريم يأكل هؤلاء إلى الله ولا يحاول أن ينقر أو يدقق أو يحقق المهم أن يوقف المنافق عند حده فهؤلاء يستعينون بالأيمان ويغلظون فيها فتكون عادة لهم فإذا بعثهم الله بقوا على تلك العادة لأن الإنسان يبعث على ما مات عليه فإذا قابل الله حلف لله كما حلف لكم أنتم في الدنيا قال والله إني كنت مؤمنا أصلي وأصوم وهذا رسول الله سله يا ربي إني كنت أجاهد معهم وأفعل 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 فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم يحسبون أنهم قد حققوا شيئا وحصلوا خيرا ألا إنهم هم الكاذبون هؤلاء هم الكاذبون وحدهم وهذا لون من العلوان أو أسلوب من أساليب الحصر كأنهم هم الكاذبون وحدهم دون من سواهم قال الله عز وجل استحوذ عليهم الشيطان أحاط بهم فصار هو سمعهم وصار هو بصرهم وصار هو تفكيرهم هو يقودهم ويخطط لهم وهو يدلهم ويؤزهم على الشر أزا يرون الدلائل والبينات ويرون الحقائق ظاهرات ومع ذلك لا يرعون ولا ينثنون وما يزيدون مع الأيام إلا انحرافا وانصرافا وكبرا وتعاليا على الحق قال الله عز وجل استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله فلو ذكروا الله عز وجل وتأملوا ما أنزله الله من البينات في كتابه لارعووا عن هذا النفاق الذي يمارسونه وهذا الباطل الذي يعتادونه لكنهم نسوا الله سبحانه وتعالى فأنساهم أنفسهم ولذلك قال في سورة الحشر نسوا الله فعقبهم الله عز وجل بعقوبة بليغة وهو أنه أنساهم مصلحة أنفسهم وهذه من أعظم العقوبات حتى يقع الإنسان في الهلكة ويتورط في العذاب قال أولئك حزب الشيطان هؤلاء هم حزب الشيطان هؤلاء المنافقون ومن مالأوا ووالوا هم حزب الشيطان فالشيطان له حزب كما أن لله حزب فانظر نفسك مع من هل أنت مع حزب الله أو مع حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون ولاحظوا كيف أكد خسارة حزب الشيطان بعدة مؤكدات ألا هذه للتنبيه وتدل على التأكيد وإن دال على التأكيد وهم ضمير الفصل والخاسرون الكلمة المعرفة بالألف واللام التي تأتي خبرا للمبتدى تدل على أيضا التأكيد فأكد خسارتهم وهي خسارة حقيقية لأنهم سيخسرون أنفسهم التي يأعز شيء عليهم يخسرونها يوم القيامة قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين ثم قال الله عز وجل إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين هؤلاء المحادون لله ورسوله الذين يجعلون الله في حد وهم في حد والله ورسوله في شق وهم في شق فهم محادون ومشاقون أولئك في الأذلين سيكوننا من الأذلين والذل هنا ذل أخروي هذا بلا شك وأما الدنيا فإنه يكون لهم ذل من حيث عدم وجود الحق معهم والدليل والبرهان بأيديه وهذا كاف في ذلهم صحيح أنه قد يكون لهم قوة مادية وقد يضعف أهل الحق عن نصرة حقهم فيعاقبون بأن يكون عليهم شيء من الهزيمة وغلبت الكفار لهم لكن يبقى بأيديهم قوة الحجة وسلطان الدليل ويضعف أولئك ولذلك تجد من دلائل ذل أهل الباطل أنهم كلما قابلهم أهل الحق بحججهم لم يجدوا حجة يسعفون بها أنفسهم إلا القوة فيضربون أهل الحق ويؤذونهم ماذا فعلوا بإبراهيم عندما كسر الأصنام ثم قالوا أنت فعلت هذا بأليهتنا إبراهيم قال بل فعلوا كبيروا ماذا فسألهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون ماذا قالوا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم رأيتم أهل الباطن ما عندهم شيء وهذا من الذل والآن نحن في سراعنا مع اللبراليين والعلمانيين كل ما حشرناهم في شيء ما يجدون مساغا إلا التهم والقوة إذا كانوا عندهم شيء من القوة بطشوا بالمؤمنين بطشوا بالصالحين وآذوهم ويعني حاولوا أن يشوهوا سمعتهم ويفعلوا مثل هذه الأفاعيل التي تدل على خلوه من الحجة والمرهان قال الله عز وجل أولئك في الأذلين كتب الله أي قدر لأغلبن أنا ورسلي الله عز وجل هو الغالب ولا غالب له ورسلي أي رسل الله أيضا غالبون فإن قلت والمؤمنون فإن المؤمنين قد يغلبون وقد لا يغلبون بحسب قيامهم بالأسباب التي تمكنهم من الغلبة الكاملة أما غلبت الحجة فهي تامة وأما غلبت المادة والقوة المادية فإن هذا يكون بحسب القيام بأسبابها أما رسل الله فهم الغالبون ولذلك إذا اتبعنا رسل الله وسلكنا منهجهم وسرنا على طريقتهم فلنا الغلبة من بابيها الباب المعنوي والباب المادي في أحد من أين جاءت الهزيمة مخارفة الرسول لما خارف الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل ما حصل لأصحاب رسول الله أولما أصبتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنها قل هو من عندي أنفسكم ما جاءكم شيء من برها من عندي أنفسكم قال الله عز وجل إن الله قوي عزيز وهذا من أوجه المناسبة بين هذه السورة وسورة الحديد شفت ذكر إن الله قوي عزيز وهنا إن الله قوي عزيز وذكر هناك معية الله وذكرت هنا معية الله وذكر علمه وذكر هنا علمه وذكر في تلك السورة المنافقون وذكر هنا المنافقون قال الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله هذه آية من آيات العقائد العظيمة لا يوجد من يؤمن بالله واليوم الآخر يجعل مودته لمن حاد الله ورسوله يجعل مودته للمحادين لله ورسوله الذين يكون في حد وشق والله ورسوله في حد وشق سواء كانوا من اليهود أو من النصارى أو من البوديين أو من المشركين فالمودة إنما تكون لله ولرسوله وللمؤمنين أما الإحسان ويعني المعاملة الطيبة فهذه فصلها الله عز وجل في سورة الممتحنة كما سيأتي معكم في الدرس القادم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه فالبر والإقصاط والإحسان إلى هؤلاء الكفار الذين لم يضرون ولم يؤذون جائز لا ينهاكم الله عنه إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تبروهم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون أما المودة والحب فإنه لا شركة فيها القلب ما يكون في أكثر من واحد طريق واحد محبة واحدة لله أو لأداء الله ما في جسماع ما في مجال لأن تخلط توحيد مع شرك كما الآن يريدون أن يروجوا علينا وحدة العديان كل العديان صحيحة وكلها سليمة وكلكم في الجنة ويلا أبشر بالخير يا جماعة المؤمن والمشرك والكافر والبر والفاجر واليؤمن بمحمد واللي يقفر به أول عياذ بالله يلعنه ويسبه كلهم في الجنة يلا صكوك وفران لأن تمنح مع كل أسف ومن مراكز إسلامية والآن يراد أن تمرر عبر علماء يميعون هذه القضايا العظيمة في دين الله الواضحة وضوحة الشمس في رابعة النهار الإيمان إيمان والكفر كفر ولا يمكن أن يجتمع التوحيد توحيد والشرك شرك ولا يمكن أن يجتمع أرادوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حل وسط يا محمد أشغلتنا بهذا الدين الذي جئتنا به عندنا حل وسط أنت ما تقبل الحلول الوسطية المعتدلة ألا تكون من أهل الوسطية نعبد آلهاتنا سنة ونعبد إلهك سنة خلاص حل وسط فنزلت تلك السورة التي تزلزل كيانات الشرك كلها في العالم وتقول لمحمد صلى الله عليه وسلم أعلن صرح لا يكون عندك شيء غير هذه الكلمة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ما يمكن لا في الزمان الماضي ولا الحاضر ولا المستقبل أن أعبد ما تعبدون ولا أن تعبدوا أنتم ما أعبد لا يمكن أن تعبدوا ما أعبد لأنك لو عبدت الله وأنت مقر بأن الآلهة لها حق في العبودية ما قبل الله منك شيئا أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه فهو للذي أشرك وليس لي منه شيء وختم السورة بقوله لكم دينكم ولي دين طريقان لا يمكن أن يلتقي لا يمكن أن يلتقي في منتصف الطريق كما يراد الآن أن يروج علينا جئتنا قبل شهر من دولة إثريقية فقال إنهم الآن يبنون مكان للمسلمين ولليهود وللنصارى وكل أحد وأنهم صلوا ثلاث صلوات في يوم واحد المسلمون واليهود والنصارى ومنهم اللي صلى رئيس المجلس الإسلامي والقسيس والكاهن كلهم اجتمعوا وصلوا خلاص انتهت العداوة ولا فرق بين توحيد وشرك وإيمان ما في أحد في النار النار هذه بنسكرها نقفل عليها لأنه ما لها أحد الجميع طيبين وصالحين وخلونا في سلم عالمي وسلام دولي وشرعية دولية وانتهى كل شيء والله عز وجل يقرر هذه الحقائق لا في ولاء وبراء وحب وبغض وإيمان وكفر وتوحيد وشرك وفصطات إيمان لا يلتقي بفصطات أهل الكفر وفصطات كفر لا يريد بكم ولا يبغي لكم إلا شرا قال الله عز وجل لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشرتهم ما أبلغ من هذا يا إخواني في أبلغ من تقرير القضية بهذا الوضوح يعني لو كان الذي يحاد الله أبوك الذي خرجت من صلبه أو ابنك الذي خرج من صلبك أو رجل من عشيرتك أو أخوك الذي عشت وأنت إياه في رحم واحد فإنه يجب عليك أن تبغضه لله ولا تمنحه من المودة مثقال ذرة ما تمنحه من المودة مثقال ذرة لأنه لا يؤمن بالله وقد جل الصحابة هذه القضية أعظم جلاء أبو عبيدة قتل أباه يوم بدر وعمر قتل قريبا له يوم بدر وأبو بكر هم بقتل ابنه في يوم بدر لما برز له وأما مصع بن عمير فقتل أخاه عبيدة بن عمير في يوم بدر لله دره القرابة والرحم كل هذه الأمعاني انتهت لأن هناك وشيجة أعظم وأمر أكبر هناك ما يدعو إلى أن تقدم على شيء ضخم في حياتك فتفاصل من أجله إنه مودتك لله التي لا يجوز أن يقاربها أو يقارنها أو يكون معها مودة لغير الله عز وجل أو لمن يقرون بغير الله جل وعلا قال ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعنشرتهم طيب هؤلاء ماذا لهم اسمعوا يا إخوان والله قد جعل الله لهم شيئا عظيما لأنه محص قلوبهم قال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان خلاص أعطاهم ومنحهم شهادة الإيمان وجعلها وين في قلوبهم لأن المودة وين مكانها القلب فلما خلوا قلوبهم لله كتب الله في هذه القلوب الإيمان وماذا أيضا أيدهم بروح منه جعل لهم قوة هائلة يتأيدون بها بنصر من عنده إذا كتجد هؤلاء الذين عندهم أولاء لله وبراء لله أقويها لا يخافون من الطواغيت ولا يهابون أحدا من هؤلاء أعداء الله قال ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها هذا جزاؤهم في الآخرة ثم لما كان ما كان منهم في قلوبهم أعطاهم شيئا عظيما لا منتهى له إيش رضي الله عنهم وراضوا عنهم أعطاهم الرضا الذي لا حدود له يا إخواني الرضا لما يعطي الله المؤمنين الجنة يجمعهم فيقول إن لكم يعني شيئا عندي فيقول ألم تبيض وجوهنا ألم 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 فيقول اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا كما أرضيتموني في الدنيا فتعاليتم على الأواصر القبلية والوطنية والوشاعج والروابط التي يضعها الناس ويتراضون عليها ويتقاتلون من أجلها وقدمتموني على كل ذلك اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا هذا جزاء من جنس العمل قال راضي الله عنهم ورضوهم أيضا عن الله لأنه أعطاهم شيئا ما كانوا يحلمون به ولا يتوقعونها يعني كل الأشياء التي توقعوها أو تصوروها كانت دون ما يعطيه بالله سبحانه وتعالى ويتفضل به عليهم في الجنة قال الله عز وجل خاتما هذه السورة العظيمة أولئك حزب الله هؤلاء هم حزب الله الذين يوالون لله ويعادون لله ويحبون في الله ويبغضون في الله واضحون في إيمانهم يعرفون طريقهم لا يلتبس عليهم بطريق آخر هؤلاء هم حزب الله والآن سيلغى من العالم شيء اسمه حزب الشيطان لأن الجميع كلهم حزب لله سبحان الله قال أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون وأكد ذلك بأربع مؤكدات ألا وإن وهم والمفلحون جعل الله وإياكم منه أسأل الله أن يجعلني وإياكم من حزبه الناجين القائمين بأمره المقيمين لحدوده الذين يوالون من أجله ويعادون من أجله ويحبون فيه ويبغضون من أجله جل جلاله أسأل الله الكريم منه وفضله أن يجعلني وإياكم جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر